موسيقى رئيس مجلس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمدرية أمن القاهرة وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية رصد متحور جديد لكورونا جنوب فرنسا لمسافر عائد من الكاميرون الثالثة مساء من القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي افتتاح المقر الجديد لمدرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة وقد تفقد مدبولي ومرافقه المقر الجديد الذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية وذلك في ضوء رؤية وزارة الداخلية للتحديث والتطوير وميكانة العمل تماشير مع التحول الرقمي وفي إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كما تفقد مدبولي غرفة إدارة الأزمات والمركز الإعلامي وغرفة عمليات نجدة القاهرة وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الأمني الجديد يعزز قدرات الدولة على فرد مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء العاصمة لخدمة الموطنين ويقدم كذلك العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات في إدارة العمل الأمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات كبيرة في حظ سكرار المجتمع وتحقيق الرياضة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مفتي الجمهورية رئيس الأمن العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي علم وثمن مدبولي خلال اللقاء التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء واستعرض مفتي الجمهورية خلال اللقاء رؤية دار الإفتاء المستقبلية خلال هذه الفترة حيث تقوم على محورين أساسيين هما تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي وبناء الوعي الصحيح لدى المواطنين وخاصة الشباب وأكد مفتي الجمهورية على دور الفتوى في حفظ أمن واستقرار المجتمعات ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان وأمين عام المجلس الأعلى للأثار ومسؤولي الجهات المعنية وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته في السابع من نبمبر الماضي وذلك فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعا وقد أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بقيام القنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بسرعة استفاء اجتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين وكذلك استمرار التواصل مع رؤساء الطواقف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية خاصة في ظل التسيرات التي تم إقرارها لتسهيل الالتزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقوسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأعرب مدبولي خلال البرقية للبابا توادروس ولجميع الإخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على البابا توادروس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام هنئت القيادة العامة للقوات المسلحة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بيتريارك الكرازة المرقوسية والإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما ذكر المتحدث العسكرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة هنأت أيضا القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنين من الله أن يعيدوا على أبناء الوطن والعالم أجمع بكل الخير والبركات هنأ وزير الداخلية محمود توفيق البابا تودروس بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما هنأ وزير الداخلية كلا من الأنباء إبراهيم إسحاق صدراك بتريارك الأقباط الكاثوليك والقصة أندريا زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بالإضافة إلى القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء ورجال الشرطة من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هنأ الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأظهر الشريف البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية جاء ذلك خلال ترأس الطيب لوفد الأظهر في زيارة إلى مقر الكنيسة الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تهنيه للإخوة المسيحيين دعياً لها أن يجعل هذا العام عام خير ومحبة وسعادة وأن يرفع الله فيه البلاء والوباء من جانبه رحب البابا تودروس بالإمام الأكبر ووفد الأزهر الشريف معرباً عن سعدته بتجديد أواصر المحبة والصداقة بين المسلمين والمسيحيين والالتفاف حول النسيج الوطني المصري في هذه المناسبات السعيدة وهو الأمر الذي يعكس ماتانة هذه العلاقات وقوتها كما هنأ مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي علام البابا تودروس الثاني والإخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد جاء ذلك خلال زيارة مفتي الجمهورية إلى المقار البابوي بالكاتدرية المرقسية بالعباسية وأكد علام أن التجربة المصرية في العيش المشترك وتحقيق مبادئ المواطنة الكاملة تتجلى في مثل هذه المناسبات التي يحرص المصريون جميعاً على التشارك فيها وأشار مفتي الجمهورية إلى أن جماعات التطرف والإرهاب حاولت مراراً شق الصف البصري ببث الفتنة إلا أن وعي الشعب المصري وتمسكه وترابطه جعل ذلك أمراً مشتحيلاً في إطار حرس القيادة العامة لقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل الطلبة الكليات والمعاهد العسكرية قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أساب عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبات الكلية الحربية وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بإعدادهم لتخريج دباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاط على عاطقهم وشهد القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة عددا من الانشطة التدريبية لطلبات الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعهد العسكرية كما شارك طلبات الكلية تناول وجبة الإفطار وناقشهم في العديد من الموضوعات في شتى المجالات واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بالتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسئولية وصون المقدسات الوطن قامت قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضي وذكر المتحدث العسكري أن الفعاليات تضمنت تنظيم زيارات لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات القومية العملاقة وعدد من الوحدات العسكرية بالإضافة إلى زيارة معرض إدكس 2021 وكذا تنفيذ زيارة لطلاب جامعة بن سويف لمصاب العمليات الحربية على جانب آخر تم تنفيذ الندوة التفقيفية السابعة والعشرين والندوة السادسة عن الثقافة الرقمية في ظل أزمة كورونا وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من أصحاب الهمم الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن احترامه لقرار عبد الله حمدوق بالاستقالة من رئاسة الحكومة السودانية ودع أبو الغيط الأطراف السودانية إلى ضرورة العمل والحوار على وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد للتوصل إلى أرضية تفاهم تسمحوا بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العامين الماضيين أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن مثابرة الجيش على القيام بعمل في حظ الأمن والاستقرار والسلم في لبنان رغم الظروف المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة العسكرية إسوة بجميع اللبنانيين يثبت أن الولاء الوطني لدى أبناء الجيش هو الأساس وهذا ما يشكل ضمان بأن الوطن سيبقى بخير مهما وجهته من صعوبات وخلال استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في السراي الحكومي جدد ميقاتي دعمه للجيش ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة وقال إن الجيش سيبقى حصن الدفاع الأول عن لبنان والمؤسسة الأولى التي تمثل الانسهار الحقيقي بين جميع اللبنانيين أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم وفقا لدستور البلاد وكان قد صدر في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكديفها بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة يذكر أنه صدر الثلاثاء الماضي المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة والتي تضمنت خمسة عشر وزيرا أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأدي أعماله استقبل زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وذكر بيان لمكتب الصدر تلقته وكالة الأنباء العراقية أن الحلبوسي سيبحث مع زعيم الطيار الصدري تشكيل الحكومة المقبلة جديد بالذكر أن الطيار الصدري قد حقق المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استهداف قاعدة للتحالف الدولي بطائرتين مصيرتين وذكر بيان للخلية أن قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار تعرضت لاستهداف بطائرتين مصيرتين مشيرا إلى أنه تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة دون خسائر أشهد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية الصعودية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وأكد العسومي خلال استقباله من دوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تؤدي إلى التكاتف بين الدول العربية بهدف مواجهة التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة محذرا من خطورة استمرار هذه التحديات دون حل لما سيكون لذلك من العكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة أعلن معهد مستشفى جامعة مارسيليا للأمراض المعضية عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا جنوب فرنسا من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد المكتشف بجنوب فرنسا لا يزال قيد الدراسة وأوضحت المنظمة أن عدد المتحور يزداد بشكل يومي لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء الآن ولفتت المنظمة إلا أن المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون سيصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهما يمكن أن يكون أمرا جيدا قفزت إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 292.560.000 حالة يأتي هذا فيما أفادت جامعة جونز هوبكونز الأمريكية بوصول إجمالي الوفيات قراء الإصابة بالفيروس عالميا إلى 5.449.495 وفا كما سجلت الولايات والمتحدة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا عمسا ويعد هذا الرقم هو الأكبر بالنسبة لحالات الإصابة اليومية عالميا منذ بدء الوباء منذ أكثر من عامين كما يعد ضعف الرقم القياسي أو ضعف الرقم القياسي السابق المسجل قبل أربعة أيام في الولايات المتحدة والبالغ 590 ألف حالة إصابة هذا وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 56 مليون ومائة ألف إصابة كما تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات بنحو 827.749 حالة وفا وللمزيد من المتابعة ومشاهدين ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدالجواد هاشم أستاذ المايكروبيولوجي دكتور عبدالجواد بداية وبعد التحية أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعضية عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا كيف ترى هذا التصريح في حين أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد المكتشف جنوب فرنسا لا يزال قيد الدراسة أهلا بكم باستاذ المشاهدين الموضوع للمتحورات لازال لغاية دلوقتي بيصير جدل كبير جدا الأكثر انتشارا هو اللي حيسود الأسرع انتشارا حاليا بسرعة عالية قوي قوي اللي هو الأو مايكرون الأو مايكرون الحاجة الثانية اللي فيه هو أسرع انتشارا يعني عدد الناس اللي هتصاب بيه كتيرا قوي قوي نعم الحاجة الثانية هو أقل شراسة يعني هو أسرع انتشارا ولكن أقل شراسة وأقل ضرعو صح الأقل ضروة أو الشراسة بتاعته سببها إيه بقى نعم إنه هو بيصيب الجهاز التنفس العلوي يعني الحنجرة والقصبة الهوائية لو الفيروس بيصيب الرئة بتاعتها يبقى المرض حاد وده بيحصل في الأنفلوانز إنها ممكن تيجي أنفلوانزة خفيفة تصيب الجهاز التنفس العلوي أو تنزل تحت وتصيب الرئة وفي الحالة دي يبقى مميت نعم لغاية دلتة اللي كان منتشر قبل ما يظهر أو مايكرون الفيروس كان بيوصل للرئة عشان كده كنوا الناس بتعمل أشعاعات أو مايكرون عدد الوفيات دي حاليا محدودة جدا وعدد الإصابات عالية جدا 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 ده يبشر إن شاء الله أنا دايما بحب أكون متفائل إنه مع نهاية الخسدة ده سينتهي الكورونا من العالم ولكن في شرطين أساسيين اتباع القواعد الاحترازية هي هي ونمرأ اتنين الناس اللي ما تطعمتش تطعم عشان ما يجلهاش المرض حاجة نعم طيب الحاكين دول البس الكمامة أنا أعمل تباعد ابتماعي والطاعة الثلاث حاجات ده لهم لو حصلوا إن شاء الله أنا يعني عندي آمل كبير جدا إنه سنة اتنين وعشرين كورونا بيه حيختفي على فترة فيروس كورونا قبل السارز والميرث والكوفيد تسعتاشر كان فيه كورونا على فكرة تمام وإن كانت بتعمل إصابات جهاز ترفوسي علوي إصابات غير حدة بالمرة اللي هي نزلت برد رشح ولكن أهم حاجة بالنسبة لنا الإجراءات الاحترازية زي ما هي عدت على فكرة كمان الإجراءات الاحترازية اللي هي الكمامة والتباعد باتماعي قللوا نسبة إصابات الأنفلونزة على مستوى العالم على فكرة الأنفلونزة كان فيه مميتة يعني فيه عدد كبير بينهم الفيروس الأنفلونزة بينزل يصيب الرئة الأعداد دي قلت بالأنفلونزة لكن لذال الأسرع انتشارا طبعا هو الكوفيد نعم لو لكن الدكتور عبدالجوادي يعني يمكن للمتابع إحنا وجدنا أن عدد المصابين بفيروس كورونا بيزداد عالميا وخاصة مثلا في الولايات المتحدة مع العلم أن هذه الدول يعني قامت بتطعيم نسب كبيرة من أعداد مواطننا التطعيم لا يحمي من الإصابة الإصابة تعني عدوى أنا باخد عدوى يوميا من مايكروبات كتيرة جدا ولكن هل العدوى ده وصلت إلى مرض ولا لا؟ ده بوضوع تاني لما واحد يعمل تحليل بي سي آر ومعندوش أعراض طيب هو حامل للفيروس دوت بدون أعراض إصابة تعني عدوى عدوى لا تعني بالضرورة مرض دي مهمة جدا طبعا ليه بقى الأعداد كبيرة قوي في أوروبا وفي أوريكا لأن الهنات بيعملوا عينات عشوائية كتيرة جدا جدا بيحللوا لها هم معهم فلوس كتير وبيعملوا تحليل كتير قوي لو طبقنا ده على مستوى العالم الأعداد ستبقى مريعة كإصابة كعدوى وليس بالضرورة مرض نعم نعم دكتور عبد الجواد هاشم أستاذ المايكرو بيولوجي شكرا جزيلا لحضرتك في الهند سجلت السلطات الصحية نحو 37 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة في أكبر زيادة يومية منذ سبتمبر وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون وتسيمائة وستين ألف وأربع وثلاثين حالة منذ بدء الجائحة وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل مائة وأربع وعشرين وفاة ليرتفع الإجمالي إلى أربعمائة واثنين وثمانين ألف وسبع عشرة حالة فردت السلطات الصينية العزلة الصحية على أكثر من مليون شخص بوسط البلاد بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا نعم وتنتهج الصين نهجاً يعرف بسفر كورونا ويعتمد على تشديد القيود على الحدود وتطبيق تدابير إغلاق محددة منذ أن ظهر الفيروس للمرة الأولى ويأتي ارتفاع عدد الإصابات في وقت تستعد فيه بكين لاستضافة الأولمبياد الشتوي الشهر المقبل تواجه دول العالم انتشار المتحور أوميكرون بزيادة التطعيم لتجنب الشلل الاقتصادية هذا وتسبب الوباء في وفاة أكثر من خمسة ملايين واربعمائة ألف شخص في العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر من عام 2019 بشكل متزايد تعتمد البلدان في كل أنحاء العالم على التطعيم لتجنب الشلل الاقتصادي فيما أعلن العديد من تلك الدول تخفيف تدابير عزل المرضى وعائلاتهم لمواجهة انتشار المتحور أوميكرون الذي تسبب في ارتفاع هائل بعدد الإصابات بكورونا وكان الانتشار أوميكرون وما نجم عنه من توقف عن العمل وحجر صحي ثمن باهز وإن لم يكن تسارع ارتفاع الإصابات مصحوما في الوقت الحالي بزيادة في الوفيات كورونا ومنذ ظهوره في ديسمبر من عام 2019 تسبب في وفاة أكثر من خمسة وأربعة من عشر من المليون شخص في العالم القارة العجوز أوروبا تعد البؤرة الرئيسية للوباء حاليا مع رصد أربعة وتسعة من عشر من المليون إصابة خلال الأسبوع الماضي أي بالزيادة تقدر بنحو تسعة وخمسين في المائة عن الإصابات الجديدة التي سجلتها الأسبوع المنصرم وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في القارة أكثر من مائة مليون منذ ديسمبر من عام 2019 وفي غضون ذلك قال كبير مستشار مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فابتشي إن منحن الإصابات شهد ارتفاعا شبه عمودي واصفا معدل الإصابة المتصاعد بأنه غير مسبوق مع تسجيل 400 ألف إصابة جديدة يوميا وفي أوقي الموجة الوبائية في البلاد أجازت السلطات الصحية الأمريكية إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر للفئة العمرية ما بين سنتين عشر وخمسة عشر عاما وخفضت المهلا قبل تلقي الجرعة الثالثة لكل الشرائح العمرية من 6 إلى 5 أشهر وجه رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن مساعديه لبذل أقصى الجهود لإحتواء تفشي سلالة أوميكرون وقال من خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه يتعين على الحكومة تعويض ودعم صغار التجار والعاملين لحسابهم الخاص المتضررين بشدة من القيود الحكومية لكبح تفشي كورونا وكانت كوريا الجنوبية قد خففت في نوفمبر الماضي القيود المفروضة على التجمعات الخاصة والأعمال كجزء من محاولات العودة للحياة الطبيعية تدريجيا ولكن حالات الإصابة ارتفعت إلى ما يكرم من ثمانية آلاف حالة في منتصف ديسمبر وهو ما دفع الحكومة إلى فرض قيود مشددة لمواجهة الفيروس بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع نظرائه من الدول الأعضاء في مجموعة بخارست 9 بي نين أزمة الحدود الأوكرانية وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكين أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة التشاور والتنسيق مع جميع الحلفاء والشركاء عبر المحيط الأطلسي لخفض التصعيد من خلال الردع والدفاع والحوار كما أكد وزراء خارجية بي نين الحاجة إلى موقف موحد وحازم من حلف شمال الأطلسية نيتو للدفاع الجماعي عن الحلفاء والتعاون عبر الأطلسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك قالت المتحدثة باسم حلف النيتو وانا لونجسكو على تويتر أن اكتماعاً افتراضياً استثنائياً لوزراء خارجية النيتو سيأقد يوم السابع من يناير القريب وأوضحت لونجسكو أن الاجتماع سيناقش قيام روسيا بتعزيز القوة العسكرية في أوكرانيا وحولها بالإضافة إلى قضايا أوسى تتعلق بالأمن الأوروبية وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من تهديد روسي محتمل وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو لأوكرانيا أصدرت القوى الخمسة الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بياناً مشتركاً تتعهد فيه بالعمل على منع انتشار الأسلحة النووية في العالم والحيلولة دون اندلاع صراع تستخدم فيه هذه الأسلحة وأقرت الدول الخمس وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا في بيانها بأنه لا يمكن كسب حرب نووية كما لا يجب عدم خوضها إطلاقاً يأتي البيان قبل مراجعته مؤتماً معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في وقت لاحق من العام الحالي من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش بالبيانة المشتركة الصادرة عن الدول لدائمة العضوية بمجلس الأمن وقد أشهد جوتاريش باعتراف الدول بضرورة الامتثال لاتفاقيتها والالتزاماتها الثنائية ومتعددة الأطراف والمتعلقة بعدم الانتشار النووية بما في ذلك التزاماتها الملزمة بموجب معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية أحصت بريطانيا عدد المهاجرين الذين عبروا نهر المنش قادمين من فرنسا في العام الماضي وأفدت وزارتها الداخلية البريطانية أن ما لا يقل عن 28395 مهاجراً غير شرعي عبروا العام الماضي من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة أقلتم عبر بحر المنش في رحلة محفوفة بالمخاطر في عدد القياسين ينهز ثلاثة أضعاف ذلك المسجل في 2020 والذي غبالغ نحو 8400 شخص ترجمة نانسي قنقر وجهت واشنطن والمناطق المحيطة بها عصفة ثلجية وهما أدى إلى أغلاق المقار الفيدرالية والمدارس وتوقف الحافلات وقد تسببت في اضطرابات بحركة الملاحة الجوية وذكرت خدمة الأرصاد الجوية أنه تم وضع المدينة وولاية برجينيا المجاورة تحت إنذار عصفة شتوية أحوال جوية صعبة تعيشها مدن الساحل الشرقي الأمريكي وظروف قاسية تسببت في شلال كبير بجميع مناح الحياة هجوم ثلاثية هكذا وصف خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الوضع حيث تواجه مدن الساحل الشرقي أعواصف ثلجية مع توقعات برياح وفيضانات محتملة قد تؤدي بحسب الخبراء إلى خسائر اقتصادية كبيرة وحتى الساعة انقطع تيار الكهربائي عن 500 ألف منزل في ولاية برجينيا و70 ألف منزل في ولاية ميريلاند المجاورة وسقطت أشجار على خطوط الضغط العالي جراء الثلوج وأمام حالة الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفيدرالية في مدينة واشنطن وتعطيل الدراسة ووقف حركة الحافلات كما تقرر إغلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكورونا وتعليق توزيع الفحوص السريعة ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية يتوقع أن يتساقط ما بين 15 إلى 25 سنتيمترا من الثلوج على العاصمة الأمريكية ووضعت المدينة وولاية برجينيا المجاورة تحت انذار عصفة شتوية هذا وقد أدت العصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا في برنامج الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات كورونا من جراء المتحور أوميكرون وقد ألغيت العديد من الرحلات من مطارات رونالد ريجان الوطني وواشنطن وكذلك بلتيمور ودعت موريال باوزر رئيسة بلدية واشنطن خلال مؤتمر صحفي السكان إلى ملازمة منازلهم الطقس السيء وجه أيضا الرئيس جو بايدن عندما عاد إلى العاصمة بعد إجازة من بضعة أيام في ولاية ديلاور وبقيت طائرته الرئاسية بالمطار مدة ثلاثين دقيقة إلى أن تمكن العاملون من إزالة الجليد من على المدرج ثم سلك الموكب الرئاسي الطريقة ببطء شديد إلى البيت الأبيض أعلنت وكالة الأنباء الماليزية برنامى أن أكثر من 15 ألف شخص لا يزالون يقيمون في 188 مركزا من مراكز الإجلاء المؤقتة بكافة أنحاء ماليزيا جرأ الموجة الثانية من الفيضانات التي ضربت سبع ولايات وضفت الوكالة أن إدارة الموارد المائية تتوقع عن تواجه البلاد المرحلة الثالثة من ظاهرة المد العالي خلال الشهر الجاري وحتى بداية الشهر المقبل وأن منسوبة مياه البحر العالي سيتسبب في مزيد من الفيضانات لقي عشرة أشخاص مصرعهم وفقد أربع أخرون في انهيار أرضي في مدينة تابيجاي بمقاطعة تاكويتشو جنوب شرق الصين وذكرت إدارة المدينة في بيان أن الحادثة وقع خلال أعمال البناء على بعد نحو 150 كيلو مترا شمال غرب المركز الإداري لمنطقة جويانجا هذا ونظمة السلطات المحلية عمليات البحث والإنقاذ التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص والعديد من الآليات في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتعهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة دافقودية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة تفقدية للكلية الحربية فجر اليوم رافقه خلالها الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وشاهد خلال الزيارة عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرنات الكفاءة البدنية التي يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومي والتي أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الكلية الحربية مقدما التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بإعدادهم لتخريج ضباط المقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاطقهم كما تفقد عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة والكروسفيت أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع الحق هو رفيق في دربنا ونمشي بروق الحق في سباق نحن الشهادة تختيبت لنا ونحن في انتظارها بكل اشتياق الحق هو رفيق في دربنا ونمشي بروق الحق في سباق نحن الشهادة وشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية وشارك القائد العام للقوات المسلحة طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار وناقشهم في العديد من الموضوعات في شتى المجالات وعوصهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالاً قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج عيادة للصندوق بمنطقة سن العجوز بحضائق أكتوبر وتهدف العيادة لتقديم خدمات المشهورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدماد مجاناً مع متابعة الحالة وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم السكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق الخاطرة غير الآمنة افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي وذلك بمنطقة سن العجوز بحضائق أكتوبر بالتنسيق مع الجمعية بنعمل قوافل طبية وبنقدم خدمات صحية للأطفال بنقدر نعرف المشكلات الموجودة عندهم الصحية الأكثر تداولاً جزء بنعالجهم وجزء بنوعي فيها عندنا أيضاً قوافل غذائية بنوزع ألف كرتونة واللي موجودين في المنطقة قرابة الألف وإن شاء الله بكرة هيعدوا الألف فعندنا ألف كرتونة، عندنا ألف بطنية، عندنا ألف مرتبة علشان نقدر نوزها على الأسر الموجودين في المنطقة النهاردة إحنا بنفتتح العيادة رقم 6 في المناطق المطورة عندنا عيادات على مستوى مناطق الأصمارات ومنطقة الضواحي وبشار الخير ورودة السيدة والمحروصة والحقيقة أن هذه العيادات قدرت في خلال 2021 لاستقطاب ما يقرب من 6000 مريض إدمان ترددوا داخل هذه العيادات واستفادوا بخدمات علاج الإدمان كما تم إطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهل المنطقة والتي تم تنصيقها مع الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام ومؤسسة صناع الحياة حيث تستمر القافلة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم وتستهدف ما يقرب من ألف أسرى والله النهاردة إحنا طبعا كقطاع مدني يعني بيشرفنا نحن بقى إيد مع وزارة التضامن في أي مكان يبراحين فيه والنهاردة إحنا جايين لقافلة الشاملة لرعاية أهل الساكن البديل حضائيك أكتوبر يعني مبدئيا إحنا بنوزع النهاردة ألف مساعدة غذائية وإن شاء الله كل ما يجي أهالي يسكنوا هنا أكتر حلقونا هنا معهم أكتر برضو إن شاء الله النهاردة الحقيقة إحنا جايين بنعمل قافلة طبية شاملة بتخصصات مختلفة بنقدم لأهالي منطقة اسكن البديل خدمات صحية من تخصصات بطنة وعزام وأطفال وجلدية أدوية مجانية معمل لكشف عن كورونا بنقدم لهم توعية عن الإجراءات الاحترازية ومعينا كمان إدوات حماية شخصية بنوزعها مبادرات وقوافل وغيرها تقدم لسكان المناطق غير الآمنة وذلك من خلال تعاون مثمر لبناء الإنسان وتحقيقا للحياة الكريمة التي يستحقها المواطن المصري أكد محافظ القاهرة خالد عبد العالد ضرورة الالتزام بتوقيطات الانتهاء من مشاريع الخطة الاستثمارية مع ضرورة تكامل هذه المشاريع مع المشروعات القومية ليشعر المواطن بما يتم من إنجازات في العاصمة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية 2022-2023 وإجراءات تنفيذها وذلك بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية ومسؤولي الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء وأكد محافظ القاهرة أن الخطة الاستثمارية تم وضعها بعد دراسة المناطق الأكثر احتياجا كما تم التنسيق مع عضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم الأكثر قربا من المواطنين مع التركيز على أعمال الرصفة والإنارة يواصل الأطباء المصريون بالخارج دعمهم للمشروع القومي حياة كريمة حيث شارك الدكتور متحة تامونجي الخبيرة في طب الأسنان في مصر والولايات المتحدة في توقيع الكشف الطبي على عدد من سكان نحي الأسمرات بالقاهرة تأتي الزيارة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة لإشراك المصريين بالخارج في دعم المبادرة والترويج لأهدافها لدى الجاليات المصرية بالخارج وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيل مكرم أن إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج ليشاركوا بجهودهم في خدمة الوطن في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل مدرية الصحة بمحافظة سهاج تنفيذ مبادرة توفير الخدمات الطبية البديلة للقرى التي تتم بها أعمال تطوير للوحدات الصحية يأتي ذلك من خلال تنظيم عدة قوافل الطبية دورية لهذه المناطق وتحتوي القوافل الطبية على عدة تخصصات وتقديم خدمات مجانة للمواطنين هذا بالإضافة لتجهيزها بمعامل تحليل وصيدلة لصرف الأدوية بالمجان نبدأ نقدم خدمات اسمها الخدمات العلاجية في المراكز يتم فيها تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري اللي خاصة بيه حياة كريمة على أرض سهاج عشان توفير الخدمات العلاجية البديلة في الوحدات الصحية اللي جاري فيها تنفيذ المبادرة أعلنت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم زيادة أيام فعليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنطلق اعتبارا من السادس والعشرين من يناير الجاري وتستمر حتى سابع من فبراير وذلك بدلا من السادس من فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية عقب اجتماع اللجنة العليا للمعرض وقالت وزيرة الثقافة إن هذه الدورة ستشهد زيادة عدد أيام المعرض لتصل إلى ثلاثة عشر يوما متتالية بهدف إتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ودعما لصناعة الكتاب والنشر أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق خمسين قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية هذا ونظمت مدرية الصحة بالإسكندرية قافلة كشف وعلاج مجاني وتحليل أهالي المنطقة وذلك في منطقة أبيس الأولى التابعة لإدارة شرق الطبية بالإسكندرية نحن النهاردة متواجدين في أبيس واحد التابعة لمنطقة شرق الطبية بتقديم قافلة علاجية مجانية لأهالينا القافلة بتشتمل على العديد من التخصصات الطبية بالإضافة لخدمة الفحص المبكر لأمراض ضغط والسكر والتصريف الصحي والأشعة وعندنا معمل دم ومعمل طفايليات بالإضافة لأحالة المستشفيات والتقارير الطبية نحن النهاردة بنقدم العلاج مجانا وجميع التخصصات والأشعة والفحصات مجانية قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإعداد دراسة حول فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجموعة الاقتصادية لدول لغرب أفريقيا الإكواس وقد أشار المركز لأن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا تكتسب أهمية متزايدة لما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية حيث تمثل أفريقيا إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية كما تمتاز بسهولة نفاذ المنتجات المصرية إليها أما على الصعيد السياسي فتعد العلاقات التبادل التجاري المشتركة إحدى السبل المطروحة أمام مصر لاكتساب القوة الناعمة داخل القارة الإفريقية محف وزير البترول والثروة المعدنية طارق البولة مع السفير الإيطالية الجديد بالقاهرة ميكيلي كوروني تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قطاع البترول والغاز من خلال الشركات الإيطالية العاملة في مصر وأكد وزير البترول أن الشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إني تعد شريكا رئيسيا لقطاع البترول مشيرا إلى الدور الحاوي الذي يتلعبها الشركة الإيطالية الكبرى في صناعة البترول والغاز وأن استثماراتها قد توسعت في مصر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة فضلا عن حرصها على تنويع استثماراتها في مجالات متعددة ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملكت مع شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول لميدور حيث تم استعراض المعقف التنفيذي لأعمال مشروع التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفات تكرير ميدور بالأسكندرية والتي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60% وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو مليارين واربعمائة مليون دولار وقد تم خلال الاجتماع استعراض المساهمات المجتمعية لشركة ميدور حيث بلغ إجمالي ما تم التبرع به خلال عام 2021 نحو خمسة عشر مليون ونصف مليون جنيه للمساهمة في دعم وتطوير المناطق المحيطة بالشركة أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة عن نتائج المجايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحية الغربية وخليج السويس المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي طفرة كبيرة في قطع الطاقة شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة وأرقام جيدة تتحقق في ملف النفط والغاز تبشر بمرحلة جديدة من الاكتشافات والإنتاج وتسعى مصر لاستكمال مسيرة النجاح التي حققها القطع النفطي في السنوات الماضية حيث استهلت العام الجديد بالإعلان عن ترسية ثمان مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز تستهدف حفر نحو 33 بئر جديدة هذا وأعلنت الحكومة نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن النفط والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وتم الترسية ثمان مناطق تضم منطقتين بالبحر المتوسط وأربع مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس على شركات محلية وعالمية بإجمالي مساحات تقدر بنحو 12.3 ألف كيلو متر مربع وبحد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 250 مليون دولار هذا وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع انتاج النفط والغاز في مصر خلال عام 2021 ليسجل 82.4 مليون طن من النفط بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.4% وكان نصيب النفط والمكثفات نحو 28 مليون طن ونحو 53 مليون طن غاز طبيعي ونحو مليون طن بوتجاز بخلاف البوتجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية جهود حثيثة تبذلها الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتوسيع نطاق الاكتشافات المختلفة لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى أحد مراكز تداول الطاقة في المنطقة دعت نيفين جامع وزيرة التجارات وصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تدمية المشروعات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر التي تنقصها بعض المستلدات والترخيص وتمارس أنشطاتها بشكل غير رسمي مما يجعلها عرضة للمساءلات القانونية لتوفيق أوضعها وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية على تقديم أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر وكذلك مساعدتهم على توفيق أوضعهم القانونية للحفاظ على مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطنية كما أعلنت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع إقامة فعالية الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من التاسع إلى الثمن عشر من مارس المقبل وذلك بمشاركة عدد كبير من كبريات الشركات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وأوضحت رئيسة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مي عسل أن المعرض يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليها الدولة للمعارض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي لافتة إلى أن المعرض يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى زيادة تنفسية المنتج المصري أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعروي حصاد عمل صندوق التنمية المحلية خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي قيمة القروض لتمويل 2691 مشروع صغير ومتناهي الصغر نحو 26 مليون جنيه وأشار وزير التنمية المحلية لأنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية هذا العام لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد بالإضافة لتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تصدير شحنات فسيدة من البصل الأغضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتيريا الإيكولاي وأكد المركز على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للخارج بما فيها محصول البصل الأغضر ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية مؤكدا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لم تترقى أي ملاحظات أو اختارات رفض للبصل الأغضر من أي دولة من دول العالم أنهت البورصة المصرية تعملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وعرب حرأس المال السوقي 4 مليارات وتسعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 771 مليار و761 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي أكترتي بنسبة 72 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 11982 نقطة ولأول مرة خلال عام 2020 وكما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكترتي متساوي الأوزان بنسبة 41 من 10 بالمئة ليغلق عند مستوى 2301 نقطة وصعيد مؤشر إي جي أكترتي متساوي الأوزان بنسبة 39 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3362 نقطة انطلقت أعمال الاجتماع الوزري رقم 24 لمنظمة الدول المصدرة للبيترول أوبيك وحلفائها المستقلين أوبيك بلس عبر الفيديو كونفرنس برئاسة وزير الطاقة السعودية عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي أليكسندر نوفاك هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات سوق النفط الخام واستقراره في ظل أزمة متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون كما يناقش الاجتماع مصير الزيادة الشهرية في الإمدادات المطبقة منذ أغسطس الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميا التي من المرجح تمديدها إلى شهر فبراير المقبل انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها رئيس مجلس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية رصد متحور جديد لكورونا جنوب فرنسا لمسافر عائد من الكاميرون نهاية النشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة